السلام عليكم. اهلا بكم. النهاردة هنعمل الدونر كباب او الشوارمة التركي. واول حاجة هنبتدي بها التدبيلة. هنحط قلبة زبادي او معلقتين زبادي كبار. ونكونوا مليانين. نحط عليهم عصير لمونة. معلقتين كبار زيت زتون. رشة حلوة من الفلفل الاسود. ويفضل يكون مطحون طازة. عشان بتبقى ناكيته حلوة. معلقة صغيرة ملح. معلقتين صغيرين بصل بودر. معلقة صغيرة بابريكا. معلقة صغيرة كزبرة مطحونة. نص معلقة سماء. ومعلقة صغيرة صلصة. وفصين توم او معلقة صغيرة ومفرومة. هنقلب بقى كله كويس. وحسيب لكم المقادير بالزبط في صندوق الوصف. متنسوش تشوفوها. هنقلب كويس المقادير دي علشان نصف كيلو فراخ. سواء صدور او وراك. وانا غسلها كويس ومنشفاها. هنقلبها كويس. وهنغطيها وحنسيبها تتابل. لمدة ساعتين او من بالليل للصبح. الصينية بقى اللي هنعمل فيها. تكون صغيرة مش كبيرة علشان نقدر نسند عليها الاعواد الخشب بتاعت الشيش طوق. نغلبها كويس بالفويل عشان ما تتحرقش وتبقى تنظفها سهل. هنجيب العصيام بتاعت الشيش طوق ونبتدي ندخل فيها الفراخ. بالطريقة دي. بطريقة ممكن كده تتسند على الصينية زي ما انتم شايفين. عشان كده لازم نختار صينية مقاسها صغير. علشان ميتها تنزل في الصينية وهي تتشوي كويس. وحنسيب مسافة بسيطة خالص بين قطع الفراخ وبعد علشان الحرارة تتوزع كويس لما تدخل الفرن. هندخلها فرن متوسط لمدة نص ساعة. وبعدين طلعها نقلبها على الجنب التاني. علشان كل ناحية تاخد لون حلو. عنيش هي بتتشقلب. فحننزبطها كده نسندهم على بعض الاتنين. متندخلها تكمل سوا. ونحضر الحاجات اللي هتحط في السندويتش خيارة. متقطع شرايح رفيع بالورب. طمط مية شرايح رفيع وبصلايا. نقطعها رفيع برضو بس هنحطها في طبق ومعها بقدونس مفروم. الخلطة دي بتدي سندويتش طعم حلو قوي. رشة ملح نص معلقة سماء وعصير اللمون وزيت زاتون وتقليبة حلوة. شوية خاصة بقى ودي الحاجات اللي هتدخل في السندويتش لما يطلع الفراخ. الفراخ الجهزة. لونها حلوة من كل ناحية. هنبتزي نقطعها بقى بسكينة حمية شرايح رفيعها خالص قدر استطاعتنا يعني. على قد ما نقدر نطلعها رفيعها. هي في الاول معلاش سخنة بعد كده بقى انا يعني مسكتها كويس عشان اقطعها. بنتزي نعمل السندويتش نسخن العيش في طاصة. سواء عيش تورتية او لبناني او عيش سوري. اللي موجود عندك واي حاجة ممكن تتلف لفوها. ده هنحط عليها مايونيز. والفراخ. والخلطة الحلوة قوي بتاعت البصل دي بتدي طعم مختلف وجميل. والطماطم خيار خاص. كل ده يتحط. ونقفل السندويتش نلفه لفة كويسة ومقفول كويس من تحت. ونحمصه شوية في الطاصة. ونقدمه عبطاطس وسلطة. ممكن كمان يتعمل في عيش كايزر. الاتنين احلى من بعض. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وشكرا على المشاهدة. موسيقى